اهلا بكم الى موجز الاخبار طوقت القوات الحكومية مدينة حرط بمحافظة حجة بعد ان حررت معافكر المحصام المطلع على المدينة وبطت القوات على بعد كيلو متر واحد عن مركز الموظرية بحسب المركز العالمي للقوات الحكومية وكان المركز اكد ان القوات للمنطقة الخامسة بدأت بتعامل مع الجيوب الحوثية في الاطراف الجنوبية والغربية في مدينة حرط فيما ادمر طيران تحالف تعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي كانت قادمة باتجاه المدينة في تعز اجبرت ميليشيا الحوثي الارهابية سكان احدى قرى مدرية مقبنة غربية المحافظة على مغادرة منازلهم وفدت مصادر مخالية ان ميليشيا الحوثي قامت بتهجير عشرات الاسر من سكان قرية الحصبة ولفتت المصادر ان عملية التهجير تزمنت مع معارك تشهدها المديرية بين الميليشيا الحوثية ووحدات من القوات المشتركة في محاور عدة ومارست الميليشيا الحوثية انتهاكات واعتباءات بحق المواطنين في المديرية وحولت منازل المواطنين هجرتهم قصرا الى ثكنات عسكرية بمقامة بزراعة الالغام وتفخيخ منازل اخرين بهدف منع تقدم القوات المشتركة حذرت مصادر رسمية من ازمة وشيكة لمادة الغاز المنزلي تهدد مدينة عدن خلال الايام القليلة المقبلة وفد مدير عام منشأة الغاز في عدن انه تم احتجاز شاحنات نقل الغاز المنزلي القادمة من مدينة مأرب قد يؤدي الى انعدام المادة شبه كليا في حالة عدم اتخاذ التذابير مع الجهات المعنية وبلغ سعر الاستوانة عبوة عشرين لترا خمسة عشر الف ريال وهو ما شكل عبءا اضافيا على المواطن الذي يعاني من تدهور الوضع المعيشي اقدم عنصر حوثية محسوب على القياد في الميليشيا ابو عبدالله الرزامي بالاعتداء على رئيس محكمة جنوب شرق الامانة القاضي خالد الاثود واشار مصدر مقارب من رئيس المحكمة انه تم توقيف العنصر الحوثي بعد جريمة الاعتداء الانما جميع حوثية هاجمت المحكمة في محاولة لاخراجه ليتم نقله بعد ذلك الى السجن الاحتياطي وتمارس ميليشيا الحوثي ابشع الانتهاكات والجرائم الارهابية بحق منتسبية سلك القضائية والسلطة القضائية بشكل عام حتى وصل الحال الى الاعتداء على الرؤساء للمحاكم والنيابات في العراق اوقفت المحكمة الاتحادية العليا ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة وذكرت المحكمة في قرارها ان اجراءات مجلس انواب فيما يخص ترشيح زيباري تخالف الدستور لانه لا تنطبق عليه شروط الترشحة وكانت الامان العامة للمجلس اعلنت مؤخرا اسماء المرشحين الى منصب رئاسة الجمهورية في العراق بينهم الرئيس العراقي الحالي برهم ابن صالح ووزير الخارجية العراقية الاسبق وفي اخبار كورونا اعلنت لجنة الوطنية العليا لمواجهة الوباة تزييل 17 اصابة بالفيروس التاجي في 6 محافظات وقالت في حسابها على تويتر ان 7 اصابات سجلت في مأرب و3 في حضر موت واثنان في لحظة شبوة واحدة في عدن واخرى في الظالح واضفت ان حالتين وفاة سجلتها في الظالة وحضر موت بالاضافة الى تسجيل 18 حالة شفاء جميعها في حضر موت وعالميا انتخط المصابون بالفيروس التاجي حاجز 394 مليون ونصف مليون شخص في ظل السمراء تفشي متحور اوميكرون في مختلف دول العالم وذكرت اخر الحصائيات ان عدد المصابين بكوفيد 19 تعدى 394 مليون وستمائة وستة وثمانين الفا فيما تجاوز الوفيات خمسة ملايين وسبمائة واربعة وخمسين الفا وبلغى من تم شفاءهم ثلاثمائة وثلاثة عشر مليون واربع مئة وثلاثة وعشرين الفا متعافل شكرا للمتابعة الى اللقاء شكرا للمشاهدة